السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة الشكل والتطبيقات الكتابية عنوان النص عصر الصورة في الحصة الأولى نبدأ بقراءة النص نحن اليوم محاصرون بالصورة نجدها في كل مكان في البيت حيث الصورة على شاشة التلفزة وفي ألعاب الفيديو والهواتف المحمولة وفي الشارع وملاعب كرة القدم ووسائل المواصلات التي نجد فيها كثرة الإعلانات التابتة والمتحركة لقد أصبحنا نعيش بالفعل عصر الصورة وأضحة الصورة جزءا لا يتجزأ من حياتنا وكل هذا حصل بسبب الطورة المتسارعة في مجال التصوير الفوتوغرافي والطباعة الرقمية والسينما والرسوم المتحركة بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حصل في علوم الإعلام والاتصال نبدأ بفقرة أنجز في دفتري والسؤال الأول أنقل في دفتري ما سطر تحته ثم أضبطه بالشكل التام في النص نجد الكلمات المسطرة أول كلمة هي كلمة اليوم وهي ضرف زمان منصوب بالفتحة ثم نجد الإسم الصورة والإسم الذي يأتي بعد حيث يكون دائما مرفوعا وأما الإسم ملاعبي فهو معطوف على الإسم الشارعي إذن فيجب أن يكون مجرور بالكثرة ثم نجد كلمة كترة وهي مفعول به منصوب منفع النجد وهو فع المضارع مرفوع بالضم والفاعل ضامر مستثير تقديره نحن فتكون كترة منصوبة بالفتحة الظاهرة ثم نشكل الجملة وكل هذا حصل بسبب التورة المتسارعة في مجال التصوير الفوتوغرافي والطباعة الرقمية والسينما والرسوم المتحركة ثم نكتب الكلمات المشكولة وهي الصورة وملاعبي وكترة ونكتب الجملة مشكولة وكل هذا حصل بسبب التورة المتسارعة في مجال التصوير الفوتوغرافي والطباعة الرقمية والسينما والرسوم المتحركة السؤال الثاني أضع خريطة مفردات كلمة يعيش فنضع خريطة الكلمة ويعيش هو فعل ومرادفه يحيا وضده يموت ويمكن تكوينها في جملة فنقول العالم المتقدم يعيش تطورا معرفيا متسارعا السؤال الثالث أستخرج الأفكار المدرجة في النص ومن خلال النص نجد فكرتان أساسيتان الفكرة الأولى محاصرة الصورة للإنسان في كل مكان والفكرة الثانية أصبح الإنسان يعيش عصر الصورة بسبب التطور الكبير في التكنولوجيا الرقمية وفي علوم الإعلام والاتصال السؤال الرابع أقترح عنوانا آخر للنص فيمكن كتابة الصورة في حياتنا أو طغيان الصورة السؤال الخامس أحول الجملة نحن اليوم محاصرون بالصورة إلى أسلوب الاستفهام فنكتب هل نحن اليوم محاصرون بالصورة باستعمال أدت الاستفهام وهي هل نمر إلى أسئلة الحصة الثانية أنجز في دفتري والسؤال أعرب الكلمات محاصرون ونجدها ثم الجملة أصبحت الصورة جزءا لا يتجزأ من حياتنا وانطلاقا من موقع هذه الكلمات داخل النص نعربها فنقول محاصرون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم ونجدها نجد فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة والفاعل دامير مستثير تقديره نحن والهاء دامير متصل مبني في محل نصب مفعول به ثم نعرب الجملة فنقول أصبحت أصبح فعل ماض ناقص والثاء تأني تستاكن والصورة اسم أصبح مرفوع بالضم جزءا خبر أصبح منصوب بالفتحة لا يتجزأ لا حرف نفي لا محل له من الإعرابي ويتجزأ فعل مضارع مرفوع بالضم والفاعل دامير مستثير تقديره هو من حياتنا من حرف جر وحياة اسم المجرور بالكثرة ونا دامير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه نمر إلى أسئلة الصرف التحويل السؤال الأول أستخرج من النص فعلاً مثالاً وفعلاً أجوفاً وفعلاً صحيحاً سالماً وآخراً مهموذاً من خلال النص نجد فعلاً مثال وهو نجد وفي الماضي نقول وجد وهو يبتدئ بحرف العلة وهو الواو أما نجد فهو تصرف الفعل في المضارع ثم نجد فعلاً أجوفاً وهو نعيش وفي الماضي نقول عاشا ويوجد حرف العلة وهو الألف في وسط الفعل ثم نجد فعل صحيح سالم وهو حصل وهو خالي من أحرف العلة ومن الهمزة ومن التضعيف ثم نجد فعل صحيح مهموز وهو فعل يتجزأه وهو فعل المزيد وأصله في الماضي جزأ وتوجد الهمزة في آخره ثم نمر إلى السؤال الثاني وحول الجملة أن أجد الصورة في كل مكان مع الضمائر الآتية أنتنا أنتم وهنا كتب الضمير أنتنا مرتين ولهذا يمكن استبداله بالضمير هنا فنقول أنتنا تجدنا الصورة في كل مكان ومع الضمير أنتم نقول تجدون الصورة في كل مكان ثم نستعمل الضمير هنا فنقول يجدنا الصورة في كل مكان ثم نمر إلى سؤال في الإملاء وهو أكتب كلمات مثل بطء وهذه الكلمة تنتهي بهمزة على السطر لأن ما قبلها ساكن فيمكن كتابة كلمة أخرى تكتب على هذا الشكل مثل جزء عبء ملء بدء ودفء وكلها تنتهي بهمزة مكتوبة على السطر لأن ما قبلها ساكن ثم نمر إلى السؤال في التراكيب أستخرج من النص ما فيه من أسماء الفاعل والمفعول ومن خلال النص نجد أسماء الفاعل وهي التابتة وهو مشتق من فعل تابتة وهو فعل تلاتي فيكون على وزن فاعل ثم نجد المتحركة وهو مشتق من فعل تحركة وهو غير تلاتي فيصاغ إلى إسم الفاعل بتحويله إلى المضارعة فيحدف حرف المضارعة ويعوض بمي من مضمومة ويخصر ما قبل آخره وكذلك نجد المتسارعة وهو مشتق من فعل تسارعة وهو غير تلاتي كذلك فبدأ بحرف الميم مضمومة وكثرة ما قبل آخره ثم نجد أسماء المفعول محاصرون وهو مشتق من فعل حاصرة فتضم ميمه وينصب ما قبل آخره ثم نجد إسم المفعول المحمولة وهو مشتق من فعل حملة وهو فعل تلاتي فيكون على وزن مفعول السؤال الثاني أصغ المصادر من الأفعال الآتية فنجد فيها القراءة ومصدره قراءة وفيها التباطأ ومصدره تباطع ثم نجد فيها الجاءة ومصدره مجيء السؤال الثالث أكتب اسم عمر مكان النقط فنقول لقيت عمرا ويكون الاسم عمرا منصوب لأنه أتى في هذه الجملة مفعول بمنصوب فتقلب الواو إلى ألف مفعول بمنصوب مفعول بمنصوب مفعول بمنصوب مفعول بمنصوب مفعول بمنصوب